تحياتي وأهلا وسهلا فيكم في حلقة جديدة من قصة صورة ما في حدا بيشوف كرة القدم وما شاهد لقطة هيجيتا وتصدي العقرب بكل تأكيد اللقطة اللي ربما تكون أشهر لقطة لحارس مرمى على الإطلاق لكن كثير بيعرفوها دون ما بيعرفوا قصتها ولا مناسبتها فشو حكاية هيجيتا وتصدي العقرب؟ هذه الصورة جعلت مباراة غير مهمة غاية في الأهمية وقعت في 6 سبتمبر 1995 مباراة ودية بين إنجلترا وكولومبيا في ملعب ومبلي جيمي ريدنب لعب إنجلترا حاول يعمل عرضية فصد من هيجيتا بتصدي الشهير تلك المباراة كانت شبه باردة الجمهور رغم إنها اللقاء في الومبلي ما كان أكثر من 20 ألف فالجمهور الإنجليزي كان مقاطع منتخبه لأن المباراة كانت بين إنجلترا اللي فشلت في التأهل لمونديال 94 مما خلق إحباط لدى الجمهور وكولومبيا اللي كانت أكبر خيبة في مونديال 94 بس هذه المباراة دخلت تاريخ كرت القدم رغب إنها ودية رغب إنها انتهت بتعادل سلبي لأن لقطة العقرة سيطرت وانتشرت ليومنا هذا بعد اللقاء مدرب إنجلترا في نابلس قال لن أعلم حراسنا هذه الحركات حتى لو كانت نتيجتها إعادة الجمهور لتشجيع المنتخب واللي شافوا المباراة ستغربوا كثير ردة فعل الجمهور الباردة البعض قال هذا هو جمهور إنجلترا لا يقدر الحركات الجميلة لكن السبب تبين أنه هي قتة خلال التدريبات عادها أربع أو خمس مرات هي قتة تحدث عن هذه اللقطة وقال الناس يتم ذكرهم بسبب أعمالهم العظيمة وهذه اللحظة بالنسبة لي هي عمل العظيم وأضاف عن سر اللقطة الأطفال ألهموني لهذه الفكرة شفتم عن بيحاولوا يعملوا مقصيات فقلت لهم ليش ما تحكسوها وختم بقوله أمام إنجلترا إنه كانت الكرة اللي انتظرتها خمس سنين مردنا فقلت جاء الوقت هي قلت أكيد حارس معروف عنه الجنون المهارة الاندفاع الهجومي لكن تبقى هذه اللقطة أشهر شي في مسيرته وكثير وصفوها بإنها اللقطة اللي قدرت تخلي الناس ينسوا خطأه الشهير أمام الكاميرون في دور الستاش من كأس العالم الف وتسعمية وتسعين